ما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأخرجه أحمد وغيره أنه قال صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم يعطهن نبي قبلي الأولى أنه إذا كان في أول ليلة نظر الله إليهم ومن نظر الله إليه لا يعذبه والثانية أن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة والثالثة أن خلوفة فم الصائم منهم أطيب عند الله من ريح المسك والرابعة أن الله سبحانه وتعالى يقول لجنته في كل يوم يا جنتي استعدي فإن عبادي الصالحين الصائمين يوشك الواحد منهم أن يودع الدنياه وأن يردى وأن يلجأ إلى دار كرامتي فتستعد الجنة وتتهيى وتتزين في كل يوم لهذا النداء ومنها وهو الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول في آخر ليلة للصائمين اليوم أوفيكم حسابكم الذي قدمتموه من العمل فقال أحد الصحابة أهي ليلة القدر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا ليست هذه ليلة القدر وإنما أرأيتم العامل إذا عمل وأتقن عمله وقدمه ألا يوفى حسابه؟ ألا يوفيه صاحبه أو صاحب العمل حسابه؟ قالوا بل يا رسول الله رأينا ذلك وعلمنا ذلك أن الرجل إذا عمل وأتقن عمله فإنه يوفى حسابه فقال وكذلك الصائمون إذا عملوا وحفظوا حقوق رمضان وحفظوا آداب رمضان فإن الله سبحانه وتعالى يوفيهم حسابهم وهذا هو الحساب وأما ليلة القدر فحسابها آخر وفضلها آخر غير هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعلنا إن شاء الله في هذا الشهر المبارك من المقصوم لهم بالحظ الكبير الجليل العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين